أرجو أن تتقبلوا من هذا الوفد أسمى عبارات الانتنان وأرقاها على تنظيم جلسة النقاشاته وهي الجلسة التي نحسب أنها تمثل خطوة صحيحة في الاتجاه العصح فالحديث اليوم عن العضوية الكاملة لدولة فلسطين بمنظمتنا الأممية يعني إعادة طرح القضية الفلسطينية على أصولها وأسوسها الحقة وتسليط الضوء على جوهرها الذي لا يقبل التشويه ولبها الذي يأبى التشكيك أو التحريف وأعني بالجوهر وباللب الحق التاريخي الشرعي والمشروع للفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة والسيدة هذا الحق التاريخي الذي أقرته المجموعة الدولية تحت قبة منظمة نهاته منذ ست وسبعين عاماً خلت والتزمت ببعثه وتكريسه كحل عادل ودائم ونهائي للقضية الفلسطينية هذا الحق التاريخي الذي يعتبر عدم تفعيله السبب المباشر للإطالة في عمر الصراع العربي الإسرائيلي والعلّة الأساسية لغياب الأمن والأمان في منطقة لم تعرف طعم السكينة والطمأنينة طيلة ما يزيد عن سبع عقود هذا الحق التاريخي الذي يصر الاحتلال الإسرائيلي اليوم على طمسه وعلى استئصال مقوماته وهو الذي أضحى لا يجد أدنى حرج وأبسط حياء من المجاهر برفضه وإنكاره والإمعان في القضاء عليه لقد أماطت غزة اللثامة بسمودها المثالي على مآرب المحتل الإسرائيلي وماراميه الظاهرة منها والمبطنة والتي تجتمع كلها تحت عنوان تصفية القضية الفلسطينية وإجهاض المشروع الوطني الأصيل المرتبط بها ولم يعود يخفى على أحد أن حرب الإبادة الدائرة رحاها في غزة وأن الخناق المفروض على الضفة الغربية وأن السياسات الاستيطان وضم الأراضي الفلسطينية وتهويد القدس المحتلة وأن حملات التهجير القصري للفلسطينيين وآخيرا وليس آخرا أن ما صار يعرف بالترتيبات الإسرائيلية لما بعد الحرب على غزة كلها محطات إضافية ومراحل متقدمة من مخطط إسرائيلي أوسع وأشمل وأخطر وهو المخطط الذي يستهدف إحياء وتجسيد مشروع إسرائيل الكبرى في سياق القضاء على مقومات الدولة الفلسطينية وفي سياق الهدم التدريجي الذي يطال أركانها وركائزها الأساسية وقد شهد العالم أجمع منذ ماضي يعد بأشهر قلائل كيف لوح مسؤول إسرائيلي من على منبر الجمعية العامة بخارطة للشرق الأوسط خارطة رسمت حسب أوهامه وأهوائه خارطة لم يكن فيها لفلسطين أي أثر أي بصمة بل حتى التصعيدات التي تحاول أو يحاول الاحتلال الإسرائيلي حاليا إذ كاء فاتيلها على أكثر من جبهة ووجهة في المنطقة صار الغرض منها واضحا وجليا ألا وهو شغل المجموعة الدولية وتحويل أنظارها عن القضية الفلسطينية ومحاولة اختلاق صراعات إقليمية جديدة تتلاشى في براثنها حقوق الفلسطينيين وتخبو في ريحها جذوة المتشبثين بإحقاقها أبعد هذا كله يسمح البعض لأنفسهم بأن ينساق وراء افتراءات والدعاءات المحتلة الإسرائيلي ومخططاته المفضوحة طال أمدها أم قصورا أو بعد هذا كله يصعب على البعض التفط لحقيقة الاحتلال الإسرائيلي الاستيطاني الذي يسر على تسويق أم الأوهام وهي تحقيق السلم والأمن في الشرق الأوسط على أنقاض المشروع الوطني الفلسطيني وحطام دولته الوطنية أو بعد هذا كله يمعن البعض على قلتهم في محاولة إقناعنا بأن الأوان لم يحن بعد لأن تصبح فلسطين دولة كاملة العضوية بمنظمتنا إن جسامة الخطورة التي تعيشها القضية الفلسطينية اليوم تضع مجلسنا هذا أمام مسؤولية تاريخية مسؤولية حاسمة ومسؤولية فاصلة ومسؤولية فارقة ألا وهي مسؤولية التحرك العاجل لفرض حل الدولتين والحفاظ على مرتكزات قيام الدولة الفلسطينية إن حل الدولتين يواجه اليوم خطرا مميتا إن حل الدولتين يواجه اليوم خطرا مميتا وإنقاذه قبل فوات الأوان يكمن في منح العضوية الكاملة لدولة فلسطين حفاظا على السلم وحفاظا على الاستقرار وحفاظا على الأمن في منطقة الشرق الأوسط كلها وأي تماطل أو تردد في المسعى لتحقيق ذلك ستكون مخلفاته وخيمة وسيكون في هذا الظرف بالذات بمثابة الضوء الأخضر الذي يتم منحه للاحتلال الإسرائيلي للإمعان في تنفيذ مخططات سمتها السلب والنهب والتوسع من جهة والتطرف والمغالات والتعنت من جهة أخرى ومن هذا المنظور فإن الجزائر قد نالت شرف احتضان إعلان قيام الدولة الفلسطينية يوم 15 نوفمبر 1988 كما نالت بلادي شرف كونها أول المعترفين الرسميين بها وامتدادا لهذا الإرث التاريخي الذي تعتز به بلادي أيما اعتزاز وتفخر به أيما فخر فقد وجه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون من منبر الجمعية العامة في جلساتها الأخيرة الدعوة إلى التعجيل بمنح فلسطين العضوية الكاملة بمنظمتنا وعلى هذا الأساس فقد بادرت بلادي بتقديم مشروع قرار لهذا الغراض أمام مجلسنا هذا وذلك بالتنسيق الكامل والدائم مع الأشقاء الفلسطينيين والعرب من جهة ومع قيادات مجموعات انتمائنا المناصرة للقضية الفلسطينية وأعني بها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وحركة عدم الانحياز إلى جانب الاتحاد الإفريقي إن ساعة ساعة تحمل المسؤوليات والاطلاع بالواجبات لا مكان فيها للتردد أو للتنصل من الالتزامات أو للإخلاف بالوعود المقطوعة وإننا إذ نهيب بكافة أعضاء مجلسنا الموقر هذا لدعم المسعى بأصواتهم الثمينة نؤكد أن موضوع العضوية الكاملة ليس غاية في حد ذاتها بقدر ما هو وسيلة لتحقيق ثلاث مقاصد جوهرية أولاً تحصين وتثبيت حل الدولتين أمام ما يتعرض له هذا الحل المتوافق عليه دولياً من أخطار تهدد بإضعافه وتلاشيه واندثاره ثانياً الحفاظ على مرتكزات ومقومات الدولة الفلسطينية المستقلة والسيدة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف ثالثاً وآخيراً إرساء أولى لبنات إحياء مسار السلام على أسس سليمة ومتينة تضمن تعبئة الجهود وحجدها للتكفل بمتطلبات القضية الفلسطينية بهدف استعادة السلم والأمن والاستقرار في كافة ربوع الشرق الأوسط ونافلة القول هنا أن خطوة كهذه هي أقل وأبسط ما يمكن أن تجود به الإنسانية المجتمعة تحت قبة منظمتنا الأممية تجاه الآلاف والآلاف من الفلسطينيين الذين ارتقوا ولا يزالون يرتقون شهداء في غزة كل يوم وكل ساعة وكل دقيقة وكل ثانية في سبيل أن تحيى قضيتهم وقضيتهم وقضيتنا وقضية الإنسانية جمعا لقد بات إنصاف الشعب الفلسطيني حتمية ملحة حتمية قانونية وشرعية حتمية سياسية وأمنية وحتمية إنسانية وحضارية شكرا لكم السيد الرئيس